بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام سيدنا محمد اشرف المرسل طبعا الفيديو انقاص بحلقة النهاردة وهو عن مشاركة الملفات او ان انت تبتدي تعمل شيرينج للملفات انه هي موجودة على نظام لينكس بشكل في عالي تقدر ان انت تشاركها مع الانزومة التانية سواء كان ويندوز او اي نظام تاني انت تستخدمه على نفس الناتورك او الشركة الخاصة بك سواء كان التصفح ده هيكون لك انت او من اليوزرز انه موجودة معاق على نفس النظام بشكل فعلي طيب اوك نقفل كده الترميلل ونبتدي نفتح ترميل جديدة نقبر كونترول ونقص نقبر الكودز البروتوكول اللي بيعتمد على الشيرينج في ويندوز مثلا لما تعمل شيرينج ملف وهاكذا او بتعمل شيرينج فومدر وهاكذا بيعتمد على بروتوكول اس ام بي والبروتوكول اللي هو يعني بشكل كبير اعتماد الكل على مشاركة الملفات وده هتلاقيه موجود في ويندوز وهكذا برضو تقدر ان انت تستخدمه على نظام لينكس بشكل فعلي لو جينا كتبنا الامر سودو اي بي تي انستونج سامبا وضغطنا انتر هيبتدي النوع يثبت معنا خدمة السامبا او ان هو بروتوكول اس ام بي عشان نستخدمه في شيرينج ملفات او فاينز ندرد Y عشان نوافق هيبتدي ان هو يعمل انستونج للخدمة بشكل طبيعي ومسيط جدا البروتوكول اس ام بي يعتمد على بروتوكول اس ام بي تقدر بردو ان انت تستخدم خدمة من خاصة بسامبا هنستنى اللحظات لحد ما يبتدي ان هو يعمل انستوم ونرجع مرة ثانية طب اوكي بعد انستوم او بعد ما ثبتنا خدمة السامبا هنبتدي نعمل clear عشان نحزف كده كل الموجودة لو كتبنا الامر ls هنلاقي بعض فاينز زي ما انت شايف حبيب ان انا دلاتي مسلا اعمل create folder او directory يبقى هكتب الامر make there وبعد كده اكتب مسلا shared يبقى انا عملت folder باسم shared بضغط enter كده اوكي هو كريتلي folder باسم shared اعمل ls هنلاقي folder create بشكل طبيعي جدا فين اهو folder خاص به shared تمام انا كده كريت folder باسم shared لو عملنا الامر clear نحزف وحبين ان احنا ندخل على الفاينز او الملفات خاصة بخدمة السامبا مثلا لو كتبنا مثلا امر cd وده اللي هو استعراض الملفات زي ما نعودنا سماش اي تي سي سماش سامبا انتر بعد كده كتبنا الامر ls عشان نستعرد الملف او folder بسامبا هنلاقي عندنا ثلاثة فاينز او ثلاثة فاينز او gd وعندك وعندك طبعا احنا لو كتبنا عشان نستعرد الملفات اللي هي config او text او ثلاثة فاكولنا بنكتب الامر بعد كده نكتب smb.com لو ضغطنا enter هنلاقي كتير جدا من content او محتوى او اه يعني زي زي بمعنى صح اه في حاجات كتير جدا احنا محتاجين او حاجات كتير جدا مش محتاجين طب اوكي انا حابب ان انا اعمل share ل folder واحد فقط يعني مش محتاج العملية مش كتير اه حابت ان انا اعمل بس اه استعراض كده عشان نشوف بس المحتويات اللي هو الملف الخاص ب samba هنروح نكتب cd slash etc samba ls clear يبقى انا كده موجود في folder خاص ب samba طب اوكي لو جينا كتبنا الامر rm المفترض ان هو حسف ل الفاينز فانا محتاج ان انا احزف من الف خاص باسم بي. يبقى انا كده هحزف من الف دوت وابتد ان انا اعملوا كريك من قوله جديد ونضيف في بريميشن ان احنا محتاجينها في شير الملفات من خلال نزم لو تغطن انتر يعني. واي يس انا محتاج ان انا احزف بيهم انت معكش فقدرنا انا اكتب سودو ابن ار ام انتر اقصد او كده مفروض حزف ام اس كده فايل مش موجود بتاع اس ام بي اا اا دوت كونف طيب اوكي عشان اكاريت اا فايل يكون خاص بكونف او خدمة يعني كونفك فبنكتب بنكتب الامر نانو زي ما تعودنا يبقى السودو او نانو اس ام بي دوت كونف وضغط انتر هيبتدي ان هو يطلع لنا اا 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 تيكست او اا نوحها اقدر ان انا اكتب فيها البرميشن اللي لا محتاجها في ملف الكمف اوكي حاليا مفترض ان احنا هنبتدي نضيف البرميشن اللي احنا محتاجينها او الكونفكريشن بمعنى اصحي ان احنا محتاجينه خدمة او بروتوكول اس ام بي عشان نبتدي نعمل شير للملفات طبعا وقتها هنعملها احنا هنسكر اسم او فوقلر ان احنا محتاجين اا نعمله شير اا هنفتح كده ونبتدي نكتب شير معرف ان انا اا سميته ونقفل قوس بعد كده انتر هحاوم ان انا اوضح فين المسار ان انا حابب اعمل للملف بتاعه شير لوينا صررنا ملف كده ان هو النانو وروحنا على هوم هنلاقي باسم شير دي هنا موجود يبقى انا مطلوب مني اكتب الباس او المسار انخاذ به ان فقدر بتاع شير في النانو يبقى انا اروح هنا مثلا هاتب باس يساوي او اقوان سناش المسار ده موجود فين في هوم سناش كابانو طيب اوكي بعد كده اضغط انتر وين هبطدي ان انا اضيف انخاذ بالتصفح ان هو حابب ان انا افتح انفامدر انخاذ به شير دي يبقى براوسر براوس سابون براوسزين وبعد كده اقوان وباسمي ييس يبقى ان محتاج ان انا اعمل براوس من او اى انكوان واقافح عادي جدا بعد كده بضغط انتر عندك برميشن انخاذ بالريدنج ان مين اللي يقرأ الملفات اللي موجودة على الفولدرز او بمعنى اصح او بشكل اضاق الريد اوني وهي في الشيرنج وظيفتها انت اللي تعني شير للملفات من نظام لينيكس ولا عايز المستخدمين اللي موجودين معاك على النيتورك مسلا لو بيستخدموا ويندوز هما كمان يعملوا شير يبقى انا لو جيت كتبت اه اه البرميشن بتاعت ريد اونلي بعد كده اقوى عندك حاجة من الاتنين يا اما نو يا اما يس يس ديات يبقى انت بتسمح لكل مستخدمين اللي معايق على اه اه الشبكة بما فيهم انت ان انت تعمل شيء يعملوا اه اه شيرنج للملفات ولو سمتها نو يبقى انت الوحيد ان هتبتدي تعمل شيرنج للملفات روجينا ضغطنا كونترول اكس بعد كده واي عشان نعمل سيف انتر كده احنا تمام كريتنا الفولدر انخاص بي اللي عملنا ان اس هنلاقي ان فايل رجع تاني بشكل طبيعي وبشكل سليم ما فيش ادنا مشكلة اوكي حانيا المفروض ان انا عايز استعرض الكونتنت اللي انا عملتها او استعرض الملفات الكونتنت اللي موجود جوه اه انفايل خاص بي اس ام بي دوت كونفك فقلنا بنستعرض من خلال ملف او امر كات اس ام بي دوت كونف وادغط انتر بيبتدي ان هو يطلع لنا المحتوى ان احنا دفناه داخل ملف اس ام بي دوت كونفك وعفوا هنا مفترض ان فيه خطأ مفروض ما يكونش فيه حرف الاي فهنبتدي نرجع مرة تانية كده للنانو وا ابداء اعدل على الملف ده اشير حرف اي وبعد كده كنترول ام اكس وي انتر بعد كده اعمل كات اس ام بي دوت كونفك اس ام بي دوت كونف واضغط انتر كده تمام كل الامور مزبوطة كده تبقى خطوة ودي خطوة مهمة جدا وهي ان انا لازم عشان اعمل شيرينج للملفات من خلال نظام ومفترض ان لازم يكون فيه يوزر نيم وباسورد بحيث ان هو يكون كسيكيور اكتر لها كزا فعندنا الامر اللي احنا بنحتاج نعمل بيكرييت للباسورد بنكتب اس ام بي اللي هي السيرفز او كدمة بعد كده باسورد زي ما وضغت لك باسورد مش باسورد بعد كده space tag a وبكتب اسم اليوزر بتاع النظام ان هو كابا لو زي ما وظهر عندي ان هو انت بتستخدم اليوزر قاس بي روت يبقى تكتب روت بعد كده بتضغط انتر بتنعلق بعض ال البرامترز اللي انت ممكن تحتاجها في النظام sudo smb password tag a بعد كده كابا لو ان هو ان يوزر هيتم بمننا هنا نيو اس ام بي باسورد نختار باسورد بعد كده ريتايب نكتب الباسورد مرة تانية انتر هنا بيقول لك ادد يوزر كابا لو بشكل سنيم وبشكل صحيح كده احنا ضيفنا باسورد لليه خدمة اس ام بي او بروتوكوب اس ام بي طب اوكي هيتبقى خطوة اخيرة وهي اه 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 او او الشرق القاس بينا لو رحنا كده عملنا اف كونفج وضغطنا انتر هيبتدي ان هو يطلع لنا الاي بي ان احنا بنستخدمه واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة ثمانية دوت متين وتنتين دوت مية تنتين تنتين هنزل تحت كده ونبتدي ان احنا بنشغل بقى خدمة اس ام بي ستارت يبقى سولو سيرفز اس ام بي دي ستارت ونضغط انتر هيتم مننا الباسورد نقص بالروت انتر اشتغلت معنا كده مفترض بشكل فعلي وبشكل طبيعي اه طبعا هناخد الاي بي ده كوبي الواحد تسعة اتنين دوت واحد ستة ثمانية دوت متين وتلاتة دوت مية تلاتة تلاتين هتاخد الاي بي انقص بيك وهتروح على مويندوز 7 مقص بيك وتبتدي تدرط على قيمة ستارت وتفتح انبوكس مقص بيك رن او تكتب رن وهتكتب الضبم سلاش العكسي وتحط الاي بي انقص بيك وبعد كده تدرط على اوكي هو بشكل فعلي هيبتدي يفتح معاك دايريكت قايمة او تاب مخاصة بي الفرمدر وهيتم منك انتر نتورك باسورد زي ما احنا كنا عاملين الباسورد دي يبقى كان اليوزر قطره والباسورد اللي احنا عملناه للخدمة بتاعة اس ام بي بعد كده هضرت على انتر هيبتدي المفروض ان هو يعمل لي استعراض ليفقدر الشير ان هو موجود فعليا على نزام اه منيكس بوجينا مسلا على سبيل المسال على سبيل المسال مسلا فتحنا كده الترمينال وكتبنا اه ام اس وبعد كده سي دي شيرد تمام وكتبنا عملنا في الشيرد دا مسلا فولدر تاني اسمه ادي مكدير ونسميه مسلا محمد وندغط انتر يبقى انا كده عملت فولدر جوه مصار الشيرد سميته محمد لو جينا روحنا كده على الماشين نقصة بالويندوز ودخلت على فولدر الشيرد هلاقي هنا نفس الملفات او نفس الفولدرات اللي موجودة في حتى من ضمنهم الفولدر انكروز بتاع اه محمد لو جينا غيرنا كده الشكل انكروز بين الاستعراض بتاع الملفات هتلاقي ابراهيم كان لينيكس محمد وباقي الفولدرز اللي موجودة في اه النزام بشكل فعلي ومستعرضة قدامنا يبقى عشان خاطر ابديدي ان انا اعمل شير للملفات من خلال لينيكس على النيتوورك انقصة بيه باستخدم الخدمة انقصة بيه سانبا او بروتوكول اس ام بي ان هو موجود فعليا في قول انظمة اه الويندوز الى حد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص في مشاركة الملفات بين الانظمة واستناني الفيديو تاني باذن ما اشتركوا في القناة